السلام عليكم. المحاضرة النهاردة هنتكلم فيها على الكمبيوتر من ناحية الديزاين. هندرس فيها ازاي الناس عملت ديزاين للحاجات اللي احنا بنتعامل معاها كل يوم. زي الكيبورز والماوس والتليفونز والاتي امز والحاجات المختلفة اللي بنشوفها. هتبقى الظريفة اللي حنشوف الناس ازاي اتعاملت من مية سنة او من مية وخمسين سنة مع حاجات لسه هنختراعها. وده وارد اللي هتا هتتحطط مواقف من المواقف اللي انت تعمل حاجة يجي بعد الناس بعد مية سنة يبتدوا يستدموها فيقولوا هو عملها بالشكل ده ليه. عشان ما نطولش في المحاضرة النهاردة هتقسم على على جزئين. جزء الاول بيتكلم على الانبود ديفايزز. نشوف الانبود ديفايزز زي بتعملت وليه بتعملت بالشكل ده. وجزء التاني هيكلم على الانبود ديفايزز اللي هو بيتكلم على الالسكرينز والفيرتواليتي والساوند والشكل اللي هي ايه بنشوف بيها الديتا. هي نبتدي مع بعض ونشوف الانبود ديفايزز. هنا احنا بتكلم على الانبود ديفايزز من ناحية الدزاين. مش من ناحية ازاة عملت من جوه وحاجات اللي هي اللغة بالانجينير. يعني نتكلم من هيمان برسبكتب. طيب. لو هنتكلم على الانبود ديفايزز. هنقسمها للاثنين كتجريز كبار. الكتجريا اولانية اللي هي التكست انتري. الحاجات اللي بتدخل بيها تكست. زي كيبوردز والسكانرز والحاجات اللي ايه انت اصدق تدخل بيها معلومات كتابية. الجزء الثاني اللي هو الانبود ديفايزز اللي بترسم بيها او بتبوينت بيها. زي الماوس وخلافه. خياتة دي بالتكست انتري. ونشوف التكست انتري امبود ديفايزز هي عبارة عن ايه وتعملت زيه. اول واشهر امبود ديفايزز بيدخل تكست اللي هو ايه اللي هو الكيبوردز. يا ترى انت خدت بيه لك اللي الكيبورد بتاعتنا شكلها مش طبيعي او او انت مستغرب. ليه الكيبورد بتاعتنا محطوب فيها الازرائر بالشكل ده. ليه مكتوب كيو دابليو اي ار تي. يعني لايهش ترتيب منطقي لايه حد يتفرج عليه. ليه معمولة متقسمة على ثلاث صفوف مش اربع صفوف. فكر كده يعني خد ديه لو انت مفكرتش لحد دوقتي في المنطق ده. واتفرج على الكيبوردز. وحاول تلاقي علاقة. هما ليه حطوا الزرائر دي جانب بعضه. طيب. ده الشكل الاشهر لكيبوردز اللي حينا نستضمها اللي هو بيبقى اسمه كورتي. اختصارا للحروف اللي مكتوبة كيو دابليو اي ار تي واي من على الشمال. او بالعربي اه لو هتبص عليه هتقرأ على قرية الرول في النص. هتلاقي اسمه كمانتش هسيب. كمانتش هسيب بيقراها كاف مي منون ته. اه وبعد كده هسيب بتتقرأ من الجنب التاني. فكمانتش هسيب ده التعريب بتاع الكويرتي اه ليوت اللي احنا شايفين. اه فكويرتي ده اه اللي اوت الاشهر اللي احنا كلنا بنستخدمه غالبا في الكيبوردز بتاعتنا. ده بيسمح اللي الناس تقدر تستخدم وتكتب حوالي اربعين اه كلمة في الديئة. والناس البروفيشنال بيقدروا يوصلوا لحد خمسة وسبعين كلمة في الديئة. لمعلوماتك مش ده اشهر او مش ده الوحيد اللي موجود اه في بعض البلاد زي مثلا فرنسا عندها حاجة تانية اسمها ازيرتي. اللي هو بيبتدي بيحط دينا الا والزد والا والار والتي والواي. فازيرتي وكويرتي التوزيع بتاعهم على اوروبا بالشكل ده. الشكل ده من ويكيبيديا. هتبص تلاقي دي اشكال الكيبوردز المختلفة. يمكن هتلاقي برضو كيبورد الواي بقت زد. اللي هو الشكل ده. الشكل ده بيستعملو فالمانيا. لكن الكويرتي اللي احنا شايفينو ده اللي احنا بيستعملوه في انجلترا والحاجات ايه. اللي بالشكل ده. في بعض الدول التانية فيها بقى عندها لياوتس كارستم. زي اللي هي التركيا والدول اللي هي فيها حروف مش ستاندرد. بس السؤال. احنا ليه استخدمنا اصلا كويرتي واستخدمنا الشكل ده. الموضوع ده معلوش اتفاق. احنا ليه عملنا الكلام ده. بس في في قول كبير جدا الناس بتزعمه. الموضوع ده راجع للي احنا ورسناه من الطايب رايتر. اللي الا الكاتبة. الا الكاتبة كان اختراعناها من زمان جدا. يعني من من مية وخمسين سنة. فسبقت استخدام الكيبوردز او اختراع الكيبوردز اللي احنا بنشوفها في العصر اللي احنا فيه. طيب ايه مشكلة الا الكاتبة. او ليه هم عملوا الا الكاتبة بالشكل ده. الا الكاتبة كانت الزرار بتاعتها بتبقى مفروشة قدامه كده. ومن جوه هي فيها هدز كده. كلها مع بعض بتتقابل بشكل دائري. وبتتلاقى في حتة معينة. وتخبط ايه? تخبط الورقة. فتكتب الكلمة اللي انت عايز او الحرف اللي انت عايز تعمله. يعني الشكل ده هو نفس الشكل بتاع الا الكاتبة بتاعت زمانة خالص. طيب هم ليه بقى عملوا الا الكاتبة بالشكل ده? الا الكاتبة اول ما عملوها فكروا ولقوا مشكلة كبيرة بتحصل عندهم. اللي ساعات بيحصل حاجة اسمها جامنج. جامنج يعني ايه? حاجات بتخش بعضها او تختلط. الرؤوس اللي احنا شايفينها قدامنا دي. ممكن ايه عشان هي قريبة من بعض اه عند الانجلز الزوايا الديقة دية. فممكن لو انت دست الزررين بسرعة جنب بعض. اللي بتوع دول ايه? يركبوا فوق بعض. فيحصل جامنج عليهم. فمعناها ايه? معناها اللي المفروض الناس بابتايبرايتر ما يبقوش سرعة قوي. عشان لو بقوا سرعة قوي. ممكن يعملوا جامنج على على الا الكاتبة بتاعتهم. طب ازاي بطقوا الناس وما يخلوهمش بالسرعة اللي تخلي الجامنج يحصل. عشان لو الجامنج حصل معناها اللي هو عيفوك الماكنة وبعد كده يروح اللاعب ومعدل الاثنين هتز اللي هما ركبوا فوق بعض دول. قال خلاص احنا ندور على ليوت يبطق سرعة الناس في الكومون ووردز. يعني الناس في الوقتات بتكتب ده مع ده. لا خليلو ده في حتة وده في حتة. فلما نبطقوا فمش هيحصل له جامنج. فمن هنا جاه شكل الكيبورز الشكل ده اللي هي الزراير محطوطة بشكل لما لو انت هتكتب حرف بعضي حرف المفروض تكتبوا الحرفين يكونوا داخلين مع بعض من زوايا مختلفة. يعني لو انت جيت بالحرف اللي انت بتعمله ده حرف مثلا تي اتش. فلو انت هتحط التي والاتش ما يحطهمش جانب بعض كده عشان دولا هيجوا لو كدبت تي اتش بسرعة التي والاتش الاتنين دولا يركبوا مع بعض يركبوا فوق بعض من من السرعة بتاعتك. فلا لازم نبعد ان التي والاتش عن بعض. فنخلي دي مثلا في ايد ونخلي دي في ايد. وده اللي انت بلاحظه هنا. اللي التي بتعمل لها كنترول بيدك الشمال. لكن الاتش هتعمل لها كنترول بيدك اللي يمين. فمش هتبقى بالسرعة المناسبة. في ناس بتطعن في الرأي ده وبتقول حاجة زي ال اي ار اللي اتنين موجودين جانب بعض. فليه ليه 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 عاملوها بالشكل ده. بس المغزى من الموضوع ان الدزاين بتاع الاولانية اللي اتعملت. اتعملت عشان بتاع المكنة اللي احنا مشتغل عليه. الموضوع ده مش موجود خالص في الكيبورد. الكيبورد كلها الكترونيك. مش مش آلة ميكانيكية او او انت مش لما تدوس بتحرك هيد والهيد دي تخبط الورقة في حتة معينة. فاحنا لما عملنا الكيبورد ورسنا شكل قديم مبني على مختلفة عن اللي احنا معانا. الحاجة دي مش حاجة صح. بس اتعملت. اتعملت ليه؟ اتعملت عشان الناس لما اخترعوا الكيبورد ما يقدروش يتحمله كل فت ان يعلموا الناس لياوت جديد. حتى لو اللياوت جديد ده هيبقى اسرع لهم واحسن لهم ومنطقي اكتر. والناس برضو اللي عنده اللي متعلمه وشغله بتايب رايترز مش عايزين يتعلموا حاجة جديدة. نوع من انواع الكسل. ومش عايزين يفقدوا الميزة التنفسية بتاعتهم. يتخيل واحد قاعد بيدر يكتب بسرعة ستين كلمة في الدقيقة. وكده تقوله لا تعالي بقى انسا الكلام ده وتعلم لي اللياوت جديد تتساوي فيه مع واحد لسه نبس او واحد لسه مبتدئ في الموضوع. فبرضو هتلاقي فيه من اللي بيتعلم. ورزيستنس من صاحب العمل نفسه اللي هو مش هيقعد يصرف كتير على تعلم ناس جديدة. لا سبتول الكيبورد بنفس الشكل اللي انا متعاود فيه في التيب ريترز قبل كده. طيب فلو احنا هنتبنى النظرية دي او نتبنى نظرية التيب ريتر لما تتعاملت للتبطيق عشان الناس تبقى بطيقة يبقى ده معنى اللي احنا اخدنا مصيبة معانا في الكيبورد. لما احنا عملنا الكيبورد في الكمبيوتر احنا اخدنا كان قايم على البطء او قايم على مش اوبتيمال على القلب. لو احنا فرضنا اللي هو موضوع اللي هم كانوا عملينه حشان يبطق الناس ده اشاع لا على الاقل انت عامل ااخد حاجة مش حاطط في اعتبارك التكنولوجي اللي انت شغال عليه حاطط في اعتبارك ممكن بعد فترة تلاقي الناس ايه ناس جديدة ما شافتش تايب رايترز خالص قبل كده والناس دي حتستخدم الجهاز بتاعك اللي هو الكيبورد وده اللي حاصل دلوقتي. فيش حد فيه نشتغل بتايب رايتر قبل كده بس انت اتعاملت مع الكيبورد وورست الديزاين بتاع التايب رايتر بتاع التايب رايتر برضو في ناس بتقول اللي هو اتعامل بالشكل ده عشان الراجل اللي بيبيع التايب رايتر الالة الكتبة يقدر يكتب تايب رايتر بسرعة جدا لو هتلاحظوا الحروف بتاعت كلمة تايب رايتر هي كلها موجودة في السطر الاولاني اللي هو تايب رايتر هتلاقي الحروف كلها مكتوبة في اول سطر فالرجل البيع اللي بيبيع ماكنة الالة الكتبة لما ييجي يبص يقوله بص كتب بسرعة زيه يروح كتب الكلمة دي بسرعة عشان هي كلها ايه كلها حروف جنب بعض وكلها موجودة في الحرف الاولاني انيوي هي المغزى من الكلام اللي احنا بيقوله الديزاين بتاع الكيبوردز مكانش الاوبتيمال وورس ديزاين قديم مبني على قواعد قديمة مش هي اللي صح ومع ذلك هو ده الانتشر وده اللي بيستخدمه لحد وقتنا الحالي طيب لو احنا هنفكر نقول طيب ما نيجي نعمل ديزاين جديد بقى وخلاص احنا فاهمنا الغلطة بتاع الزمان دي ويلا بينا نعمل ديزاين جديد فيه ناس تقول طيب خلاص خلينا نرتب الحروف A B C D زي ما نشايف وكاتبين A B C D E F الحروف الترتيب الأبجادي يلا نجرب الموضوع ده الناس فعلا عملت الموضوع ده وبدأت تجربه وجربه كيبورد اللي هي مكتوب فيها A B C D لقوا اللي مفيش مفيش تحسين حاصل يعني الناس اللي هتشتغل على الكيبورد دي اوكي هيعودوا يتعلموها بعد متعلموها لقوا اللي مفيش حاجة استفادوها جديدة اكشولي كتابة A B C D ده ممكن يبقى مفيد لواحد بيبص على الكيبورد الأول مرة عايد تشوف الحرف لما يجيب الحرف يجيبوا منين لكن ومس خلاص دماغك لقيت الحروف صوابعك هتكون عايزة تروح للمكان الأنسب لها يعني مثلا كلمتين بيكتبوا علي طول أو حرفين بيكتبوا علي طول ورا بعض لازم الصوابع نفسها الميكانيزم بتاع الصوابع او حركة الصوابع تبقى متنغمة مع وضع الحروف اللي انت عملتها. يعني مثلا ايه اقوى صوابع عندنا؟ اقوى صوابع عندنا هتلاقيها صوابع الايد اليمين او الناس اللي هي اللي بتكتب باليمين هتلاقي هي بتفضل الكتابة بايدها اليمين وأقوى صوابع فيها هتلاقي الصبع السبابة وصبع الوسطى دي صوابع قوية فحط الحروف الأكتر استخداما عند السبابة والوسطى سواء في إيدك لمن أو فيك الشمال وخلي السبابة والوسطى تقدر تكتب الحروف اللي بتيجا بعدها على طول أو الأشهر بحيث تدرس الحرف ده ييجي بعد الحرف ده في اللغة خلاص بقد إيه وبعد كده تحط حركة صوابع متناسبة مع اللي انت دراسته لو نحن نطبق حاجة زي كده هنا هنبص مثلا زي حاجة زي تي اتش هنلاقي تي اتش هنا لو حطيت إيدك على الكيبورد دي هتلاقي لا التي اتش بتتحرك بالصوبع اللي هو إيه اللي هو بعد اللي هو اسم الخنصر اللي هو بعد الوسطى في ده كلمين ده تي والإتش هتلاقي بتيجي بتجيبها بالوسطى لما تطلق لو هتيجي تبص على حاجة زي الـ ER الـ ER هتبقى بتسببه لـ E بس الـ ER هتيجي تبص عليها هحصل لك او هتيجي تنزل بيدك اليمين بقى عشان تجيب الـ ER فلو للموضوع مش هي دي الحاجة اللي تخلينا نعمل ديزاين الصوابع هي المفروض لازم نفكر فيها مش المخ اللي نفكر فيه او مش العين اللي نفكر فيها عشان نشوف ايه نشوف منظر متناغم او منظر متناسب مع اللي احنا عارفينه الترتيب الاب جدي اللي احنا نتعودين عليه فده بالنسبة ايه فده بالنسبة للبروبوزر بتالي احنا نشتغل بقى الفبات الكيبورد مالهاش لازم لقوها اللي هي مش بتصيرها على الناس كتير طب واحد جاء اسمه دوفارك عمل لياوت جديد لياوت ده بقى راعى فيه كل الحاجات اللي المفروض تتعامل خلاص قعد قال عمل ديزاين ده بحيث يبقى 56% من الستروكس تتعامل بايد اللي مين فهو كده ديزاين مبني للناس اليومنا فهو بايزد للناس اللي بتتعامل ايديها اللي مين وبرده خلى الكيي ستروكس تتعامل بالترنتفز بين اللي مين والشمال يعني انت لما تيجي تكتب تكتب بايدك اللي يمين الحرف الحرف اللي بعده تلاقيه بايدك الشمال وتفضل تقلطر ما بين الايدين مع بعض بحيث تشغل دي وتشغل دي ما يبقاش فيه ضغط على ايد واحدة عشان تقلل الرس آي اللي هنكلم عليه كمان شوية اللي هو التعب اللي ممكن يحصل لايدك برضه استغل حتة الرو اللي في النص اللي هو الرو ده ده بنسميه الهوم رو او الميدل رو ده نحط فيه اكتر حروف مناسبة عشان انت لو انت بتعرف تكتب على الكمبيوتر هتلاقي اللي فيه حاجة اسمها هوم انج بوزيشن او اللاندينج بتاعك تحط الايدك يمين وشمال على الكيبورد السطر اللي في النص وتتحرك الكيبورد من السطر او صابعك على الكيبورد من السطر اللي في النص السطر الفوت حتى تلاقي عند في الكورتي كده هنرجع لها معلش تلاقي اللي فيه حتة كده نتوء صغير عند الجي ونتوء تاني عند الاف هتبص كده على الوسط على الكيبورد اللي عندك هتلاقي فيه حتة كده تطلع برزة بلاستيكية فوق الجي وبتاع الاف ليه؟ عشان انت وانت مغمض تحسس كده على الكيبورد ولما توصل لنتوء ده تحط السبابة بتاعتك عليه تحط السبابة هنا والسبابة هنا بتاعت اليمين والشمال عليه فتعرف اللي انت عند الاندينج بوزيشن انت دلوقتي حاطة السبابة بتوعك على زر الجي وزر الاف فمرتكز جاهز بتاعتك وانس اللي انت حطيت صابعك على الحتة دي في الميدل رو تقدر بقى تطلع وتنزل ببقية صابعك على بقية الروز فهوعمل كده حطيلك الحاجات بتاعتك كلها اللي انت محتاجها في الميدل رو برضو حاول يقلل موضوع الستريتشنج ستريتشنج اللي انت ايدك تتفرد اللي انت صابعك صبع يبقى في حتة والصبع في حتة عشان صابعك ما توجعش ما توجعكش واستغل طبعا فكرة اللي هي السبابة والوسطى في الزراير اللي محتاجة ايه اللي محتاجة شغل كتير يعني الحاجات اللي بتظهر بشكل كبير في الكلب عمل كل الحاجات دي وعمل ريسيرش كبير وفي ويبسايت اسمه thehardkeyboard.com وكنتبص عليها عشان تشوف الديتيلز بتاعت الريسيرش ده بس الاسف بعد كل اللي عمله ده حقق نسبة سرعة 15% على الوضع الحالي الديتيلز وفصاد اللي انا اتعلم حاجة جيدة وللأسف مع وجود ديزاين احسن مفيش انيرشية كافية اللي هي نتحرك من الكورتي اللي هو Optimized بشكل احسن لاستخدامه طيب فيه انواع تانية من الكيبوردز مختلفة تماما على الكيبوردز اللي احنا متعودين عليها اللي هي فيها 26 حرفة فيه كيبورد اسمه كوردز دي كيبوردز ده عامل فكرة الكوردز اللي هي ايه اللي هي اعرف الكامانجا او العود الاوطار بتاعته هو عايد يخليلك الكتابة بتاعتك كلها على خمس اوطار بس يعني كأن ده الاوطار بتاعت الكامانجا او العود انت بتلعب عليها والcombination بتاعت الدوس على الخمس اوطار دي هي اللي تطلع الحرف بمعنى اللي هو حنرتب الحروب كأنها ABCD وحنعملها نقول مثلا كده ده 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 او ده بعد كده ده 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 لو انت عندك خمسة بيتس وعايز تواد زع ستة وعشرين حرفة على الخمسة بيتس هتحتاج التاج اللي انت تعملها بالشكل اللي انا جاء فينا فده ده 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 ماذا his ده 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 يبقى انا ممكن استخدم ايد واحدة والخمس صوابع بتوعي هرتكز بالخمس صوابع على المكان ده واخد بالك هنا للصوابع بتاع الكورد كيبورد كبير او طويل فانت ممكن تحط ايديك البلم بتاعك كله تحطه على الكيبورد بحيث يبقى ايدك او الابهام بتاعك هنا وبقية صوابع بتشاور على بقية الكورد بتاع الكيبورد دي الريزان ده ضريب جدا في اللي هو ايه صغير خلاص ليه صغير عشان هو مش بحجم اللاب بتاعك ده هو بس بحجم الكف بتاعك بيتصدم ايد واحدة فانت ممكن تحطه بالكامل في ناحية ايدك وتشتغل عليه لما جوم يقيسوا الليرنينج بروسس لقوا الليرنينج بروسس بتاعته ضريفة جدا يعني هي وزين اوارز انت ممكن تقدر تكتب بيه وتبقى تتعامل بيه عادي لدرجة الواقع دلوقتي يبقى يستخدم في بعض الاماكن زي المحاكم برا عشان الكاتب بتاع الجلسة يقدر يكتب الكلام بسرعة ده اسرع من اللي انت تستخدم كيبورد فيها الاتنين ايد ليه بعض التطبيقات مش مشهور بالشكل الكافي اللي هو يستخدم في الكمبيوتر بس واحد من الدزاينز الظريفة اللي ممكن يتعمل معه طيب ده من النسبة للليوت بتاع الكيبورد خلينا بقى نتكلم على الزرار الواحد الكي الواحد لما هم يصمموه صمموه ازاي؟ ده الكيبورد الاشهر ولا قدم اللي احنا بنتعمل معاه دي بيسموها فول ترافل كيبورد ليه فول ترافل؟ هنشوفه دلوقتي الزرار نفسه هتلاقيه ارتفاعه عالي يعني بص ارتفاع الزرار من هنا لحد هنا فلا والزرار لازم يجيب الضغطة بتاعته او الافكت بتاعه او يسمع في الكمبيوتر لما تجيبه لحد الاخر يعني لازم تعمل الترافل كاملة من دستك على الزرار لحد ما تنزل لحد تحت ده ممكن ما يبقاش مقبول عند ناس وخصوص الناس اللي متعودة على اللو ترافل او الهاف ترافل كيبورد كيبورد اللي احنا شايفين هنا ارتفاع الزرار يعتبر ارتفاع منخفض او حتى لو الزرار عالي تلاقي الزرار مش شارط تجيبه لحد اخره عشان يسمع ويدوس الحرف تمام؟ طيب ده مناسب لإيه وده مناسب إيه؟ اللي تحت ده مناسب لـ Long Sessions of Writing يعني اتخيل اللي انت بتكتب على واحدة زي اللي فوق دي اللي هي موجودة عندنا في اغلب اللابتوبس دلوقتي وعايز تريح صوابعك لما تريح صوابعك بتريح على الزرار نفسه لو انت ريحت ولمست الزرار ممكن الزرار يروح ايه؟ جايب لك ضغطة وكتب لك حاجة انت مش محتاجها لكن دي انت ممكن تريح على ايديك وتحطها على الكيبورد وكمان تدوس سنة وليسه مفيش حاجة تكتبت فده اريح لو الواحد ايه؟ لو الواحد بيعمل stroke جامد وفي نفس الوقت ممكن يعيز في وقت مواعد يحط صوابعه على الكيبورد كده ايه؟ ويرايح لكن ده افكتب اكتر للإستخدام العادي اللي احنا نستخدمه الواحد بيكتب كتير وعايز يريح يشير ايهم مع الكيبورد خالص او هو مش مش شغال كالتيب يعني هو بيستعمل الكتابة كوحدة من الحاجات اللي بيستغلن فيها الكمبيوتر لكن هو مش وظيفة الاساسية اللي هو بيشتغل بيها على الكمبيوتر الكتابة فيه مرضو ظهر بعض الكيبوردس touch اللي هي مش محتاج اصلا تعمل اي mechanical movement انت بتلمس بس مكان الزرار بيحصل هذا بيسموه no travel keyboards او touch keyboards دي طبعا بتبقى اسهل في التنظيف الكيبوردس دي بتلم حاجات كتير ما بين الزرار وبقى صعب التنظيف بتاعها لابد ان تفوق الكيبورد كلها عشان تنظفها فعلا تنظيف كامل لكن دي ادوك بتمسحها بيبقى خلاص ابل بدأت تستخدم جزء من الكيبوردس بتاعت الماكس الجديدة في اللي هي تعمل function keys في التوب بتاع كيبورد يعني كيبورد عادي زي كيبوردس بقيتنا هنا بس الجزء بتاع ال function keys ده معمول كله touch وهو مش عشان يبقى touch بس هو عشان هو مش حاجة واحدة يعني مش زرار سابت هو بيرسم شكل الزرار حسب الحاجة ليه على الشاشة اللي فوق وشاشة دي لما تلمسها فبتعمل بتقدر تتوتش او تنقل السيجنال بتاعتك للكمبيوتر فالهدف منه مش اللي هو كان يعمل حاجة touch بس الهدف منه اللي هو يعمل multi purpose او multi function area تقدر تدوس عليها وتكتب عليها حاجات مختلفة بس هم موصلوش في الجرأة اللي هم يخلي كيبورد كلها touch زي ما احنا شايفين هنا طيب اللي احنا بنتكلم عليه هنا في حتة ال key design concept اللي احنا درسنا في اول محاضرة اللي هو بتاع feedback في اول محاضرة احنا درسنا ستة design principles وكان من ضمنهم الفيزابيليتي والconstraint والmapping والحاجات اللي احنا درسناها في الاول خالص دي في اخر المحاضرة الاولى واحدة من اهم الحاجات اللي هو feedback اللي الشخص عايز يعرف هو داس فعلا على الزرار او لسه ما تدس لازم تديله احساس اللي هو الزرار فعلا الداس عليه احساس ده ممكن يجيله بسماع صوت الزرار او بالمقاومة اللي هي بتحصل مع الزرار لما تسيبه بس لازم تديله حتة الفيدباك موضوع الفيدباك ده رغم اللي هي كيبورد دي touch وسهلة في التنظيف وبتاعه من عدم مفيش feedback بيجي لليوزر هنا خالص يمكن الفيدباك الوحيد لما هو يبص على الشاشة يلاقي الكلمة اللي هو عايزها بدأت الكتب لكن احسن feedback يقدر يجيلك من هنا ومن هنا عشان انت حاسس بالزرار حاسس اللي الضغطة كملت حاسس الحاجة اتنقلت للكمبيوتر او اتنقلت للحاجة اللي انت بتكتب عليه جرب كده تبوز كيبورد او تشيل الحتة بتاعت الكيبورد او تشيل الكويتشة اللي تحت الزرار بتاع الكيبورد هتلاقي الفيدباك مش موجود ورغم ذلك بتقدر تدوس على الكيبورد ويتنقل الحرف يعني لما تلمس انت تقفل ادايرة بصوبعك تلاقي الحرف بيتنقل بس ما عندكش حتة ايه الفيدباك لو عندكككيبورد قديمة ومش محتاجها اشجعك اللي انت تشيل الكي نفسه بتاع الكيبورد وتشوف تحت ايه او حتى تشوف على يوتيوب ايه الحاجات اللي موجودة تحت الكيبورد ده هتجيلك فكرة على الديزاين بتاع الكي معمول ازاي طيب مع كتبتنا الكتير على الكيبورد بيحصل لنا حاجة اسمها RSI بيحصل لها مشكلة اعصاب بيحصل لها مشكلة المشكلة دي بتخلي فيه قلم القلم ده بيبقى ممكن يجيلك في الصوبع ممكن يجيلك في الساعب بتاعك ممكن يجي في المنطقة بتاعت اليد كلها دي statistics بتبين هو RSI في المحتاج بيجي فين فيه انا بيقول لك في الرست ده اقصى حاجة اقصى RSI عشان برضو الناس اللي لسه ما لقطتش الفكرة ده مرض مش المفروض نخجيبه للناس اللي بتخلي كيبورد لازم نخلي كيبورد معمولة بحيث نقلل الاسترين او نقلل الاجهاد اللي هيحصل على الايد ففيه research يتعمل عشان يحاول يقلل ال RSI ده واحدة من النتائج بتاعت ال research ده اللي احنا يتعمل الكيبورد ده دي كيبورد بتستخدمها بايد واحدة بس ايد الشمال هنا مفيدة لو انت بتستعمل ايدك اللي مين في حاجة تانية بتحط ايديك تخيل كده انت حطت ايديك على الحتة دي هتلاقي نفسك اللي انت بتقدر من غير ما تحرك ايدك من غير ما تحرك الساعد بتاعك تحرك صابعك وتكتب بها زي ما انت عايز تخيل نفسك حطت ايدك على الشكل اللي هنا وانت هتفهم البتاع دي ازاي بتشتعل بس الكيبورد دي design for RSI الناس اللي عندهم RSI طب نيجي بقى النقطة تانية ظريفة برضو الكيباد الكيباد اللي هوجز اللي فيه ارقام اللي موجود في بعض الكيبورد بعض الكيبورد بتشيلوا خالص وتكتفي بالسطر الرابع اللي فوق الكيبورد العادية الكيباد دي لو بسط لها هتستغرب من حاجة اللي اوت بتاع الكيباد اللي عندك على الكمبيوتر مختلف عن اللي اوت بتاع التليفون لو انت بصت كده على الموبايل بتاعك او على التوتش تليفون اللي موجود عندك في البيت هتلاقيه مختلف وبردو مختلف على ال ATM روح اي مكانتك امت وبص عليها يا طرح هيبقى شكلها كده ولا شكلها كده الغريب اللي فيه ناس كتير متاخدش بالها من الموضوع ده يعني انا سألت اولادي مثلا هل انتخدت بالك اللي دي مختلف عن دي وهم بيتعاملوا مع الاتنين لقيت اللي هم ماخدوش بالهم اللي الموضوع ده حاصل طب يا طرح هو ليه حصل inconsistency وحصل violation لواحد من ال design principles اللي احنا كتبينها في الاول خالص اللي هم ال setup design principles اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه من شوية ليه هنا حصل inconsistency ليه الشكل ده بقى بعض الاجهزة شغلة بيه التليفونات ال ATM الحاجات دي شغلة بيه وبعض الاجهزة شغلة بالشكل ده هل ده مثلا optimized للحسابات وده optimized لضرب التليفون مثلا؟ هل ده فعلا دي الكيس؟ ليه ده بالشكل ده وده بالشكل ده عشان نفهم لازم نرجع بالزمن هو مين الاقدم؟ الشكل اللي على اليمين ده ولا شكل اللي على الشمال ده؟ الاقدم هو الشكل اللي على اليمين اللي هو الشكل اللي احنا جابينه اللي هو فيه 78945612300 3-0 يعني السبعة هي فوق الرقام الاكبر هي فوق الرقام الاصغر هي تحت طب يا ترى ليه ده اتعامل بالشكل ده؟ هل نرجع بالزمن ونشوف زمان خالص كان فيه ايه؟ قبل ما اخترعوا الكمبيوتر وقبل كمان ما اخترعوا الكالكيليتر كان فيه حقا كده اسمها ادنج ماشين او اعتبروا كأنه كالكيليتر ده شكل الكيبورد بتاعته شكل الكيبورد بتاعته كان بالمنظر ده 9 8 7 6 بتاعه ده كيبورد بالشكل ده وفيها زراير بالمنظر اللي انت شايفه فلو عايف تكتب اي رقم الخانات بتاعته تكتبها بالشكل تكتب هنا خانة الخانة الخانة وعشان كده احنا عندنا زرار كتير كل كولوم من هنا اعتبر خانة وعشان اكتب كل الارقام عندي من 9 لحد واحد في الاخر فيبين لك كل الارقام بتاعتك يمكن الموضوع عشان قديم قوي ومن اكتر من 150 سنة مثلا او من اكتر من 100 سنة فالناس ما هتبقاش واخد بالها ازاي سيستخدموا البرتاع فانا جبتلكو فيديو خلينا نتفرج عليه الفيديو ده ضريف نقدر نشوف فيه ازاي البرتاع ده كان مالحالك. هذا هو المنرو كيلي Peace 운동 السياقف المنرو because it is the Model 1 it is from the late 1920s and early 1930s this particular monroe belonged my grandfather David Roswell who is a economist 1897 to 1965 so the first thing we're going to do here is going to do some adding with it so we'll say for example 13 плюс 654 plus 123 is 790. We added three things together. What is cool about this is I can enter a whole number all at once. So even though this is 90-year-old technology, It is still faster to enter numbers today. If I wanted to enter 123, it's press the 1, press the 2, press the 3. Here, I can do it as a cord. موسيقى المنروة ilهو melee من الجامعة فالتحدة موسيقى لتخفيق موسيقى أمانين وعنين موسيقى لتخفيق 5 times 25 is 125. If I want 25 squared, I'd move the decimal over one place. 25 times 25 is 625. Long division on this is even more fun. For long division, I'm going to start at the other end. I'm going to put in a nice odd number like 137, just because I like the rhythm that it makes. And I'm going to divide by 37. The algorithm here starts with 137, subtract 37. One time good, two times good, three times good. Four times doesn't work. That's a negative number. So we have to add 37 back in. First digit is 3. It moves the decimal point over and subtracts 3.7 from the remainder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eight times bad, go back to 7. So the answer is 3.7, 0, 3, 7, 0, 3, 7, 0. So this would be the way most precision multiplications and divisions would have been done from the 1930s really up until about 1970, 1972. Thank you. As we saw, this is the shape of the adding machine. This is not adding, but it's not adding, but it's not adding and multiply and division. It's doing things like the rager, but this is the shape of the people who were working on it. They were working on the 9th, and then the 7th, and then the 8th, and then the 7th, and then the 7th. The 8th, and then 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 the 8th. No matter. We don't want it. We don't want it. We don't want it. 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Like what we saw. Okay. Do we think of any related relationship between the keyboard and the machine that we saw? No. طبعا مفيش بس احنا ورسنا برضو الدزاين القديم من غير ما نفكر هل ده احسن حاجة ولا مش احسن حاجة عشان الناس اللي كانت بتستعمل الكيبورد او الناس اللي هتستعمل الكالكوليتور الجديد هي نفس الناس اللي كانت بتستعمل الادنج ماشين فلنفس السبب ورسنا الدزاين ده واشتغلنا عليه الموضوع ده فضل موجود لحد ما وصلنا بالوضع الحالي اللي احنا عايزين ديزاين ديفايد جديد بقى ديفايد ما اخترعهوش قبل كده اللي هو التليفون التليفون ابو ذراير مش التليفون القديم ده يعني التليفون ده كان موجود برضو من زمان التليفون ده يمكن انتم ما توقوش عليه انا انا كان عندنا في البيت تليفون زي ده ده عبارة عن دايرة كده بتقعد تليف تحط فبعك فيها وتلف عشان تدرب الرقم كل شوية تلف عشان تدرب الرقم التليفون ده ده كان التليفون الاشهر لحد الثمانينات او عالقل في مصر ايان حد الثمانينات بعد كده بدأت يظهر التليفون ابو بقى اي ابو ذراير اللي هو بتضغط عليه بالزراير اللي شبه للزراير بتاعت الكيبورد اللي عنده عملوا بقى في اللقطة دي ريسيرش قالك لا احنا بنعمل ديضاين جديد لحاجة دي ما فيهاش بقى جامع وطرح والناس هتكتب حاجات كتير ده هو الراجل هيتستعمل التليفون عشان يدرب رقم معين هو حافظه فيلا بنا نعمل ريسيرش عملته باللابس شركة بال اللي هي بتاعت التليفونات عشان تعمل تشوف مين احسن ديزاين مناسب للي انت تدرب رقم تليفون وتفتكره وتبقى ديك عليه تمشي بشكل كويس نظر يعملت كثير جدا وقعدوا اهتموا بقدق التفاصيل في استخدام التليفون درجة اللي هما لما جم يفكروا في طول سيلك التليفون طول السلف بت evidentent الفетровه بيتن السماء smile وبيتك касateك الده السلك ده غالي لو اعتماله هتبقى غالي وحيبقى الكعبت فقعدوا يعملوا يجلبوا ناس ويقول لك كده يضرب التليفون ده ويقصروا في الثالث قصروا في السلك قصروا في السلك لحد ما دخل واحد قال لهم إيه ده السلك قصير قوي مش عارف حتى مسك التليفون عند اللقطة دي قالوا خلاص احنا وصلنا للنقطة الصحة الناس دي اهتمت بتفاصيل التفاصيل في الديزاين بتاع التليفون وده اللي خلاهم يعملوا الريسيرش ده اللي احنا شايفين قدامنا وجربوا اللياؤتس دي دي بعض اللياؤتس فيه اللياؤتس تانية موجودة هتلاقيها في البيبر الاصلية البيبر بايزاوي موجودة في الجزء بتاع الاكسرسايز وموجودة في الريفرانسز تقدر تبص عليها وتشوف الناس دي عملت ايه بالظبط كانوا بيئيسوا ايه انهم من الديزاينز دي كان الادق والاسرع والاحسن وحنلاقي اللي الادق والاسرع والاحسن دي مختلفين فيه ناس فضلت واحد قالت ده احسن حاجة بالنسبالي فيه ناس رغم اللي ده احسن واكتر حاجة الناس كلها مجمعة له لكنهمش الادق الدقة بتاعني عكس السرعة يعني كل ما تسرع الدقة بتقل ففيه واحد تاني فازب اللي هو اسرع ديزاين فانت هتلاقي جدول في البيبر يقولك السرعة والدقة واللايك للهود بتاعت كل واحدة من الدزاينز دي بعد الريسرش كتير وكلام كتير وصلوا لهم يعملوا الدزاين بالشكل اللي احنا شفناه قدامنا عشان ده اللي هيبقى الانسب لاستخدام التليفون فطلع عندنا بقى دلوقتي اتنين عندنا مدرسة بتقول ده الاحسن ومدرسة بتقول ده الاقدم ففضلوا المدرستين موجودين اي حد عايز يعمل كالكويلاتور وياخد اليوزرز اللي بيستعملوا الحسابات عشان يجمعوا يطرحوا يعمل حسابات رياضية كتير هيستعمل الشكل ده فتلاقي الكيبورد بتاعتنا بالشكل ده عشان احنا بستعمل الجزء اللي مين ده في الحاجات الحسابية الكالكويلاتورز اللي هي بالشكل ده لكن الناس اللي تضرب ارقام مش هتتجمع على بعض ومش تتضرب ومش دعو بالكالكويلاتور بس انت عايز تعمل ايمبوت للنمبرز زي مثلا الاتي ام ماشين زي التليفونز زي الحاجات اللي احنا بنتعمل فيها مع ارقام مش هتتجمع رقم انت بتدخاله بقوا يستعملوا ديزاين الجديد اللي عملته باللاب سهل طب السؤال بقى ليكم هل ده كان اصرع ديزاين ولا احسن ديزاين ولا ادق ديزاين الاتيرالبيبر وهتستغرب اللي هو لا الاحسن ولا الادق ولا الاسرع فحنشوفهم ليه عملوا الشكل ده هسيب السؤال ده مفتوح وشوفوا ليه ليه في الاخر عملوا بعد ريسيرش ده كله عملوا الشكل ده اكيد كان فيه سبب طيب ده بالنسبة للنيوميريك كيباد شوفنا اللي برضو اللي تاني مرة الكيبودز ورسة حاجة مش هي اتعملت لها وخليتها في الكيبودز الطايل ننتقل لنوع تاني من الكيبودز اللي هو الفون كيبودز او اللي بنسميه كيباد التليفون بتحتاج تكتب فيه رسائل عايز تبعت اسم اس لحد او عايز تكتب ايميل لحد التليفونات القديمة كانت عندها الشكل اللي احنا شايفين قدامنا ده اللي هم كانوا بيوبرلود على كل رقم تلات حروف فهتطلق على حرف الاتنين والتلاتة ومنتبهم ابجدين بالشكل ده والناس بتضرب بتاعة الحروف ورا بعضها فتقدر تكتب كلمات وحتى الواحد كان بيبقى بيبقى ال space انت كنت بتقدر توصل لحرف السي عن طريق انت بتضرب تلاتة ضغطات على حرف على رقم الاتنين فبيطلع لك على الشاشة تضرب اتنين اول مرة يطلع لك الاي تضرب اتنين تاني مرة بسرعة يطلع لك البي لو انت تمهلت شوية كام ثانية ودربت الاتنين لا حيعملك حرف جديد فيمعتمدة على سرعتك في الكليكس على الرقم اللي انت بدوس عليه بالشكل ده الناس كانت بتكتب لسنين كتيرة التكست بتاعتها على الكيباد بتاعة التليفونس الموضوع بعد فترة في شركة عملت algorithm سموه T9 algorithm الفكرة بتاعته ايه اللي هو ما يستنكش اللي انت تختار كل حرف مع نفسه لا هو يعمل حاجة زي الـ auto complete كده اللي انت تضرب الارقام بتاعت كلمة معينة ولما تضرب الارقام دي الـ combination تحت الارقام دي مع بعض هو يبص في الدكشنري هل ينفع تعمل كلمة ولا لا وانت بتكتب الارقام دي هو بيعمل لك زي auto complete فعلا يطلع لك الشاشة طبعا مش بالشكل اللي انتو متخيلين او auto complete اللي احنا شايفينه دلوقتي لأ كان بيبقى text auto complete يطلع لك فيه هل هي دي الحاجة اللي هتيجي بعدها ولا يعني بسبيل مثال لو انت كتبت كلمة لو دست على الضرار ثلاثة تسعة اتنين ستة سبعة خمسة ثلاثة دي ما فيش combination تقدر تجيبها غير كلمة example كلمة example هي الكلمة الوحيدة اللي فيها الترتيب بتاع الارقام دي بالشكل ده اكيد انت مش هتكون اصدق بل انت لما تدست ثلاثة بعدها تسعة بعدها تنين بعدها ستة اللي انت مثلا عايز f z c مثلا لا لما تكمل الكلمة كلمة الكتب صح ولو انك ممكن تكون عايز فعلا الكمبانيشن الغريب اللي احنا نعملو فده ممكن اللي انت ترجع بدهرك وتعملها بالشكل ده فهناها بيهندل الكون كيس وبيهندلها حسب اللانجوش اللي انت بتكتب بعد فترة من ظهور الكيبادز اللي بالشكل ده ظهرت الفول كيبورد على التليفونات وده كان اللي اتعمل في البلاك بيري البلاك بيري كان بيجي لك كده ومعاها كيبورد كاملة بالشكل ده فيها الحروف والغريب لما انت تبص الحروف هتلاقيها معمولة برضو بالنظام بتاع كويرتي يعني نفس الفكرة اللي كانت على التايب رايتر تنقلت للكمبيوتر وتنقلت تاني للايه للتليفون رغم اللي قطعا التليفون مش تستعمل في قديك اللي اتنين عليه البلاك بيري ده برضو قد التليفونات اللي في اديك ومش حاجة كبيرة يعني ده التليفون بيتمسك بايد الوحدة فقطعا انت حتشتغل باديك اللي اتنين على على التليفون البلاك بيري انت برضو هتشتغل بصوبعك فانت صوبعك هينزل على كل حاجة والحاجات دي يعني ايه للطرافة مكتوبة برضو بنفس الشكل بتاع كويرتي اللي اتدلوقتي فاهمين هو اللي يتعمل البلاك بيري ما انتشرش او انتشر وبعد كده انحصر تاني مع ظهور التوتش سكرين اللي هي خليتك تقدر ترسم شكل كيبورد على الشاشة وتستغل الفول سكرين بتاعتك وفي نفس الوقت دخل اتحلل الناس اللي بتاعمل التليفون اللي يعملوا سكرين كبيرة بدل ما كنت هنا حاجز لما تحتاجها على الشاشة بس طلعت بعد كده الشركة اسمها swipe الشركة دي طلعت اعتقد او هي قفلت من كام سنة الشركة دي عملت الغوريزم ظريف جدا قال انت هتعمل swiping هتتحرك كده ترسم بصوابعك شكل الكلمة اللي انت عايزها يعني تيه كده تروح محرك ايديك كده صوبعك على الضرائر اللي انت بتجمع الكلمة بتاعك وهي من تحت تعمل الغوريثم لا علاقة بالحروف اللي انت عدت عليها بال موقع بالوقت اللي انت قعدت فيه على السوايب بالكونتكست تاع الجملة اللي انت بتكتبها انت بتكتب كلمة بعدها كلمة الكلمة اللي هتيجي دي اكيد لا علاقة باللي قابليها فعمله الالجوريزم جامد جدا يقدر يدتكت فعلا ايه الكلمة اللي انت عايز تكتبها والموضوع دلوقتي تقدر تنزل الابليكيشن لسوايب دي او لحاجة تشبه السوايب على الاندرويد او على الابل ديفايس ده خلى الناس تقدر تكتب بالسوايب كيبورز بريت ستقدر توصل لاربعين وورد في الدقيقة اللي هي اصلا الريت بتاعك لو هتكتب على كيبورد كورتي باديك الاثنين لطبعا حاجة رائعة ده احدث حاجة حصلت لحد دلوقتي في مجال الكيبورد لو احنا هنتكلم على الكيبورد بتاعة التليفونس كده نسيب الكيبورد ونخش في حاجة تانية اللي هي الهاندرايتنج الهاندرايتنج دي وسيلة اللي انت برضو تعمل بها تكست انتري بس الفكرة في الهاندرايتنج اللي انت بتبقى بتستغل ستايلس او قلم القلم ده القلم طبعا من نوع معين تكتب به على تابلت او على حاجة معينة تلقط الكلام اللي هو بيكتب به القلم ده دي طبعا سهلة جدا عشان هي مش محتاجة تتعلم حاجة دي طبعا ستمسك قلم من نوع مختلف بس وتتعلمه دي طبعا بتاعها بيبقى صغير بدل ما يبقى عندك كيبورد كبيرا انت عندك الحتة اللي بتكتب فيها بس فالموضوع ظريف برضو لو انت عايز ترسم بالقلم حترسم فانت مش محتاج ماوس مثلا يعني احنا نحتاجين عشان نبوينت او عشان نرسم ماوس جانب الكيبورد لا هنا هتقدر تكتب وترسب بنفس الديفايس بيستخدم حاليا في الرسم لو انت عايز ترسم بورتري او رسم لحاجة لو انت بنسل تكتب بترسم كويس او في الاثنتيكيشن لو انت عايز تكتب التمضي الامضة بتاعتك من الحاجة اللي ممكن ما تعرفهاش ان التكنيكس بتاعة الاندرايتنج والحروب بتاعتك بتعتمد بشكل كبير على اللي انت تكون بتشتغل وانت بتكتب يعني مثلا انت عايز تكتب حرف الايه لما تيجي تحط ايدك عشان تكتب حرف الايه وتمشي القلم كده على الشاشة وانت بتمشيها الالجوريزم شغال وبيستعمل الخبطات اللي انت بتعملها عشان ترسم الحرف عشان يديكت الحرف وده يخليها احسن من الكاراكتر ريكوجنيشن الالجوريزم اللي هي بتبقى اجيلها الحرف جاهز مرسوم مرسوم على ورقة ومتصور بكاميرا وبيقولك ايه الحرف ده ده بتبقى اصعب من اللي انت ترسم الحرف على الشاشة على طول ليه عشان فيه معلومات راحت تخيل معي اللي انت كتبت كلمة وايكا صورتها وديتها الكمبيوتر عشان يتكت الكلمة دي عبرها عن ايه الكمبيوتر بيشتغل على الحاجة الاستاتيك الرسمة اللي انت مراهله بس هو ما عرفش انت رسمتها ازاي المعلومة دي مفيدة جدا للهاند راكنتينج ريكوبنيشن الالجوريزم اللي هو يشوف انت كتبت ازاي عشان الناس في المعطاقات بتكتب الحروف بنفس الشكل يعني الف بتكتب بشكل معين الاتش بتكتب بشكل معين بل الموضوع بيبقى مفيد كمان في الهاند رايتنج سيجنر اثنتكيشن لو انت عايز تكتب تنضي انت بتنضي على طول بترتيب معين لو في حد مزور جاي قلد الانبا بتاعتك ممكن يوصل لنفس الشكل النهائي بس عشان يوصل له ممكن ما خادش نفس الباصز اللي انت خدتها وانت بتحط القلم على الورقة بتاعتك فعشان كده الهاند رايتنج فيه اونلاين تيجنيكس دي اللي هي بتحل مشكلة اسهل اللي هي بتشوف التريس بتاع ماشي الايد بتاعتك على الشاشة بالقلم وفيه اوفلاين اللي هي لا بيجي لها الكلمة ثابتة او بعد ما انت تخلص كتابت دي بتاعتك انت بتعمل ايه ودي بتحل المشكلة الاصعب فالهاند رايتنج بيشتغل على النقطة دي بيشتغل على النقطة اللي انت تكون بتكتب لايف وانت شغاله وبيتكتب الدنيا عاملة زي الحاجات الفاني في موضوع الهاند رايتنج اللي الريتس بتاعته اقل من الريتس بتاعت الكيبورد رغم اللي انت احنا قدينا على طول دي الحاجة اللي بنكتبها بالقرب ولا وراء وقرب لكن ادينا ما بتوصلش لأكتر من 30 كلمة في ديئة ففي المعتاد الهاند رايتنج بيوصلك ل25 مثلا كلمة في ديئة وانت افلش في حين الكتابة بالكيبورد اللي هي حاجة احنا مش مولودين بيها بس هي حاجة فهمنا اللي هي مناسبة للتكست انتري تقدر توصل لدابل او تريبل الريتس ده زي ما شفنا للناس البروفيشنال في الكيبورد بيقدر يوصل لحد 75 كلمة في ديئة فمش دايما الحاجات اللي احنا اتولدنا بيها هي الحاجات اللي بتبقى الاسرع او الاحسن وده واحد من الادلة اللي احنا بنشوفها طريقة برضو من طرق اللي احنا نعمل الكلام انت ممكن تتكلم تقول انا عايز عايز حاجة معينة تقولها بقك وهي لوحدها يحصل speech recognition لما يحصل speech recognition يكتب لك الكوماند اللي انت عايزه للأسف الموضوع ده معتمد فيه فيه حاجات كتير قوي يتصعبه من الحاجات دي اختلاف اللغات يعني ال speech recognition بتاع العربي مختلف على speech recognition بتاع الانجليزي اللكانات العربي الواحده فيه بتاع خمس ست لكانات تونسي غير المغربي غير السعودي غير المصري اللكانات جوه اللكانات اللي انت بتتكلم بشكل مختلف الاسماعيلي بيتكلم غير اسكندراني غير السعيدي كل واحد بيتكلم بشكل مختلف فالموضوع صعب والموضوع بيحتاج ال calibration في الاول اللي انت تشوف تتعلم الراجل ده بيتكلم وبينطق الحروف دي ازاي عشان تتعلم منه ومع ذلك حتى لو فرضنا اللي احنا وصلنا لaccuracy 97% 97% دي معناها ايه؟ معناها اللي ما بين كل 30 حرف انت بتغلق في حرف واحد 77%؟ ما تدرب 30 في 3 عايصلك اللي في المية وقل واحد دك اللي هو ايه اللي احنا بنتكلم فيه؟ يعني ده معناه حرف غلط من كل 30 حرف لو قلنا اللي الكلمة في المعتاد بتبقى خمس حروف يبقى ده معناه اللي فيه كلمة من ال من ال من ال من الست كلمات المكونة لل 30 حرف دول عتطلع غلط هنا ممكن طبعا نصحح الكلمة دي باللي احنا نشوف السياق ونشوف اللي ماينفعشك الحرف ده يتواجد في كلمة غير بالشكل ده بس ده معناه اللي فيه حرف كلمة غلط هتتواجد في كل 6 كلمات يعني انت لو حتقول جملة يبقى اكيد كده قطعا فيهم الجملة دي فيها كلمة كلمة وقعت خلاص فطبعا ده مش اكسبتابل فده بيقلل استخدام الاسبيتش في التكست انتري غير في حالات معينة تكون اصلا انت عاجز عن اللي انت استخدم ايديك فيها زي مثلا في الملتري سيرفزز او او في واحد يكون مثلا في مجال طبي وعايز يتكلم وقدي بيعمل عملية او واحد ميكانيكي يكون بيعمل حاجة في العربية وعايز يتكلم يقول امر معين يحصل حاجات معينة خلال ذلك هنقدر استعمل فيها صهر الطالماify الدخول زي ما احنا شائفين رغم هي الاagiKEN تبدو عالي جدا 97% ahlt guzine بتاع حاجت زي كده طبعا قطعا سيبقى صغاير علشان الموضوع كله مرتكز على السوطوير وهو microphone اللي هو ممكن يبقى تشوفين microphone تبقى صغير جدا ممكن ما تتشافش اهوا ده الحاجة الوحيدة ينت محتاجها فهو compact جدا 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 ومع ذلك مش قادرين نستخدمه عشان ما وصلناش في الالجوريزمز للأكيروسي المناسب اخر حاجة عنا اخدها في الموضوع بتاع التكست انتري موضوع السكانرز السكانرز هتبقى بتطبق نفس الفكرة اللي احنا عملناها في الهند رايتنج بس هنا اوفلاين مش اونلاين عشان السكانر ما بيكونش شايف الكلمة كتبت ازاي في نوعين من السكانرز في نوع اسمه فلاد بيد سكانر ده اللي هو بتدخل الورقة زي الشكل اللي احنا شايفينه ده وتقفل عليها والورقة بتحصلها سكان او الهند هيلت اللي هو بيمسوك بالايد تمسك كده البتاعة ده بايدك اللي هو سكانر بايدك وتحركه على صفحة الكتاب طبعا ممكن تحتاج اللي انت تعمل مرتين لو الكتاب كبير بس هو بعد ما تعمل المرتين دولا يوفق الباص الاولانية مع الباص التانية ويحاول يجيب اضق صورة بتنقل الشكل بتاعة اللي انت بتنقله ده وتعمله في بعض الاحيان بيبقى ده الوحيد اللي نعرف نستخدمه تخيل معصلا معي الكتاب ما قدرش الكتاب يخش جوه السكانر عشان الورقة بتاعه يتقطع فانت محتاج اللي هو الهند هيلت برضو ببعض الاحيان ما بيبقاش فيزيبول ان انت تمشي بالبتاع الكبير ده عشان تعرف تبص على تقرأ كلمة معينة فبتبقى ده اسهلك بورتابول وتقدر تروح به على الحاجة اللي انت محتاجة الريزوليوشن بتاعة الاسكانرز بيوصل ل600 حد 2400 زي ما شايفين دوت بر انش دي الوحدة اللي احنا بناخدها عشان نشوف الكسافة او الاكيورسي بتاعت حاجة زي كده اللي هي تقدر تحط الانش دي الانش دي واحدة واحدة اياس زي المتر وزي السانتي والحاجات دي فهو عنده 600 نقطة في الانش بتاعك مش هتكلم كتير على الاسكانرز الاسكانرز فكرتها بسيطة هو بس شعاع ضوئي بيطلع بيخبط في الحرف والحرف ده لما يرتد منه الشعاع اللي طالع بيقصد طول الموجي بتاع الحاجة اللي راجعت وعلى الاساس دي يعرف يحدد اللون وقدر يحدد الحرف اللي هو كان مكتوب عشان نحول الصورة اللي احنا اكتلنا فيها او اللي احنا عملناها بالاسكانرز لكلام نصي فيه الاجوريزم اسمها الاصي ارز اللي هي الاوتيكال كاراكتر ريوجنيشن الاجوريزم دي اوفلاين الاجوريزم بتشتغل وبتقدر تداتيكت الحروف بس طبعا الحروف بيحصل لها داتيكشن لو هي مكتوبة بشكل بشكل ايه زي الحروف المكتوبة على الكمبيوتر فونتس معينة حاجات معينة لو انت بتكتب بفونت مش السندر او بتكتب بخط اليد حيبال موضوع تشالينجينج شوية في موضوع الاوتيكال كاراكتر بكوب ناشا خلينا بعد الوقت نروح للبوينتينج ديفايزيز الصورة اللي قدامكو دي صورة بتاعت اول ماوس يتم اختراعها الماوس دي اختراعوها سنة 14 وكان شكلها زي ما انتم شايفين فيه تيرس بيتحرك عشان الحركة الرأسية والأفقية وكان زي ما انتم شايفين كده هي خشب بالضبط خشب زي ما انتم شايفو خشب يعني متكسر اهو وفيك زرار واحد بس فوق عشان تعمل بيها كليكينج وهي ده الكنسيبت بتاعها اللي احنا هيبقى عندنا تيرس ده لو انا حركت يمين فالتيرس هيلف على المحور بتاعه فيعملي خط افقي ولو حركتها لفوق هيعملي خط رأسي يمكن مع بساطة الديزاين ده ده كان اياميها وده لحد الوقت فيه فيتشورز مش موجودة في الماوس الحالية يعني اجرب بالماوس الحالية اللي انت تكتب تيرسم خط بالعرض او تيرسم خط بالطول خط فعلا كامل او خط مستقيم طول او بعرض مش هيبقى بنفس الدقة بتاع دي دي هتبقى عشان هي كانت ماشية على التيرس ده او ماشية على التيرس ده فكان بتقدر تيرسم خطوط مستقيمة بشكل احسن بعد كده اتطورت الماوسز وبقى فيه انواع مختلفة النوع الاولاني اللي جاء بعديها اللي هو الميكانيكا الماوس ده اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه هنا ده ده الماوسات القديمة ده كان عبارة عن كورة كده في النص الكورة دي بتلف ولما تلف بتحرك الحركة بتاعتها بالطول او بالعرض بتحرك حاجة هنا تقولك انت ماشي يمين ولا ماشي شمال ولا ماشي فوق ولا ماشي تحت وطبعا لو بتتحرك في شكل دياجونال بتكون بتحرك هنا وبتحرك هنا البوزيشنز بتاعتها وكانت الكورة دي انت ممكن تقلب الماوس وتلف الحتة تحت يطلع لك كورة فعلا تعد تلعب بيها وتنظفها وترجعها تاني فكانت ايه كانت ميكانيكا كلها فولي ميكانيكا ما كانش فيها اي 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 حاجة بعد كده ظهرت الماوس المستعملة حاليا اللي هي الاوبتيك الماوس الاوبتيك الماوس فكرة اللي يبقى فيه ليد هنا الليد ده بيدرب يخبط في السطح اللي هي ماشي عليه وينعكس ومن الانعكاس تعرف انت بتتحرك فين ولا رايح ازاي فبعد الماوس دلوقتي بقت مش ليد بقى ليزر ودي بتتيح دقة اكتر كتير من موضوع الليد مش هادي نتكلم في طبصيل كتير على الفكرة بتاعت الماوس الميكانيكا ولا الماوس الاوبتيكا بس هادي ده الفرق ما بينهم دي بتبقى كلها فولي ميكانيكا ودي بتبقى ليزر بيم او اوبتيكا ليد بيطلع لك الضوء وبعد كده انعكاس هو اللي بيخليك تعرف تحرك الماوس في الكمبيوترز او في اللابتوبس بتلاقي فيه حاجة اسمها توتش باد اللي هي الحاجة الاريا دي الاريا دي زي ما شايفينها بتبقى مربع او مستطيل المستطيل ده بيعمل مابينج ما بينه ما بين السكرين يعني لما تحرك على المستطيل ده بيتحرك الكيرسور بتاعك على السكرين ويبقى فيها ضررين هنا اللي انت تعمل بيم كليك ده اسمه التوتش باد كانت مستعملة بشكل كبير قوي في الاول في قبل في اللابتوبس بتاعتها لكن بعد كانت تشرت وكل اللابتوبس دلوقتي تقريبا بيبقى فيها التوتش باد فيه برضو نوع تاني اسمه اير ماوس وده الشكل اللي احنا شايفين قدامنا ده ده بيبقى عن ديفايس كده ماسكه في الهوا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بقى في الهوى وفي كل حتة لا تميلوا يمين تميلوا شمال عشان تقدر تحرك الكيرسور تطلعوا فوق تطلعوا تحت عشان تطلعوا تحرك الكيرسور بدون تحريك ايديك بالكامل يعني انت بس بتحرك الابضة بتاعت ايديك هي دي اللي بتتحرك فده بيسموه في نوع تاني اسمه 3D mouse او ring mouse ده بيتلبس كده في الصوبة ولو انت عايز تعمل كليك بتحرك بتحرك بتدس بيديك الصوبة الابهام على الصوبة السبابة بتعمل كليك عايز تعمل دابل كليك بتحرك الصوبة السبابة مرتين كده وربعات بيعمل دابل كليك ده اللي بيسموه فعلا 3D عشان انت بتحرك بشكل 3D في المنطقة اللي محوطة بيدك عشان تحرك الماوس بتاعك دي اشهر انواع الـ generations بتاعت الماوس اللي شوفناها لحد دلوقتي والماوس يعتبر اشهر pointing device بس هو مش الpointing device الاوحد ففيه pointing devices مختلفة بل فيه ماوس مش معمولة للإيد معمولة للرجل وفكرة اللي انت تمسك ماوس برجلك او تتحكم برجلك فكرة موجودة يعني فيه ناس بتتحك من السطورة اللي انا عملها قدامه لا ده ماوس بجد وبيتباع خلاص اسمه food mouse اللي انت تستخدم رجلك في التحكم ده عادي يعني مثلا العربيات نحن العربيات بتسقها برجلك مش بتسقها بإيدك العربيات بتتحرك ما بين البنزين والفرامل والدبريات كل حاجات دي بتحكم بها في رجلك في بعض الآلات الإلكترونية بعض الآلات اللي انت بتقدر تعزف عليها تحرك عليها برجلك يعني الناس اللي بتعزف على على الترامز والحاجات الكبيرة دي ممكن تلاقي فيه تدوس برجلك على حاجة يروح محرك حاجة في الآلة المسلطية اللي بتعامي عليها ما كان الخياطة بتاع زمان كان ما كان الخياطة بتاع زمان بتتعتمد على اللي انت بتدوس برجلك على حاجة كده التجاري هي المكنة عشان إيدك بتستعملها في اللي انت تحط القماش تحت المكنة فإيدك كان لها وظيفة لكن التشغيل فعلا كان بالرجل فعادي اللي احنا نفكر اللي احنا نشتغل برجلينا على الماوس الرجل اللي يمين هنا بيستعملوه عشان يتحكم في الاتجاه ورجلك الشمال بيتحكم في الكليكس اللي انت عايز تعمله ليه بعض الاستخدامات بس يعني ايه مش منتشر بالشكل الكافي مفيد في حالة اللي الإيد بتعمل حاجة تانية ممكن نستعمله لو انت عندك مثلا مصنع او ديفايس كبير وعايز تتحكم فيه ويكون مش وتكون دي secondary action مش ال primary action اللي انت بتستعملها او بتتعمل فيها ديك الاتنين تاني الpointing devices مفهومها أوسع كبير كتير من المفهوم بتاع اللي احنا الماوس الpointing devices لو حنقسمها ممكن نقسمها لabsolute وrelative ايه الفكرة ما بين absolute وrelative؟ معناها اللي انت فعلا الحاجة اللي بتحركها او بتحطها فيها one to one mapping مع الحاجة اللي انت بتشتغل عليه يعني مثلا تخيل اللي انت عندك شاشة تلفزيون touch كلها انت لما بت touch حتة في التلفزيون انت قصدك الحتة دي اللي تتحرك ففيه absolute mapping انت شغال بشكل absolute لكن لما انت تيجي تشتغل في فكرة touch bad touch bad هي كلها كم سنتي كلها بتاع 10 سنتي في 6 سنتي بتتحكم في شاشة كاملة ففيه some mapping ما بين المربع الصغير بتاع touch bad وبين الشاشة الكاملة بتاعتك فده اللي بنسميه relative pointing absolute pointing نفسه بتقسم لحاجتين فيه حاجة اسمها direct و indirect input direct input اللي انت تيجي كده بايدك وتروح حطتها على الشاشة وترسم بيه زي الراجل ده مثلا حاطت ايده وبيرسم او بيه point على حاجات معينة على الشاشة هنا انت بتعمل direct absolute pointing فيه حاجة تانية بيبقى شابة tablet كده كده وهي اسمها tablet خلاص بس مش tablet اللي هي ال tablet اللي انتوا بتقولوا عليها اللي هي زي ايباد والشيطة دي لا بيبقى التابلت كده رايتنج تابلت خلاص بتبقى مساحتها كبيرة بترسم عليها واللي بترسمه هنا بيتنقل على الشاشة اللي قدامك. فده انداريكت ابسوليوت بوينتينج. ليه ابسوليوت عشان فعلا حجم ده متناسب مع حجم الشاشة اللي بترسم عليها او حجم الويندو اللي انت بترسم عليها في الشاشة. وإن دايركت لكي ترسم هنا وتذهب إلى الحاجة التي ترسمها وتخرج قدامك على الشاشة التي ترى هذا ما مشاكله ما مشاكله الديريكت ايبوكت الديريكت ايبوكت يكون لدي مشكلة فيها حاجة اسمها اكليجين اكليجين معناها الديريكت ايدك تغطي جزء من الشاشة هذا الرجل يرسم بها بس دي كمان مغطية جزء من الشاشة هو كان ممكن يكون محتاجه بعض الاحيان تيجي انت تكون اصلا عايز تختار حاجة فبتغطيها بيدك فمتبقاش شايف من ايدك فده اسمه اكليجين فيه دي ابرز المشاكل التي تبقى موجودة في موضوع الديريكت ايبوكت وفيه ريسيرش كتير في الموضوع ده على الموضوع ازاي نتجنب موضوع الديريكت ايبوكت ده بنفس واليوزر برضو اللي هو يستخدم الديريكت ايبوكت هتلاقي برضو في الاكسرسايز الثاني جزء بيتكلم على الموضوع ده والتكنيكس المختلفة عشان نحل المشكلة ده الديريكت ايبوكت فكرته ايه او مشكلته ايه مشكلته اللي انت لازم تعمل ما بين عينيك وبين ايدك عينيك هتبقى شايفة الشاشة لكن ايدك هتبقى هي اللي مسكة التابلت اللي بتكتب عليه او اللايت بين اللي بتكتب على التابلت فالكوردنيشن ده لازم يبقى موجود في الاول بيبقى صعب لكن بعد فترة من اللي انت تتمرس الموضوع ده الموضوع بيبقى اسهل كتير طيب ده بالنسبة الابسوليوت بوينتج الريلاتف بوينتج بقى مختلف الريلاتف بوينتج احنا بنعمل مابنج وبنعمل كاليبرايشن كمان للحتة اللي احنا وقفين فيها يعني تخيل كده انت بالماوس او بالتوتش باد اللي قدامك ماشيت لابعد نقطة في التوتش باد بيحصل ايه؟ بتحصل انت لازم ترفع ايدك وتروح منزلها تاني على التوتش باد من الاول يعني خليم انا كده او انا كده وصلت الاخر نقطة في التوتش باد بتاعتي رفعت صوبعي وبعد كده رحت لحتة بعيدة في التوتش باد وابتدي اتحررك تاني كده وصلت الابعد حتة برضه في التوتش باد رفعت صوبعي تروح متخيني انا بعمل ايه؟ وحطيتها تاني على التوتش باد عشان تده اتحرك تاني ففيه relative mapping ما بين التوتش باد اللي انا بشتغل عليها وشكل الشاشة برضه الماوس تخيل انت مسك ماوس ووصلت الاخر حتة في الدسك بتاعك المكتب بتاعك خلص بس انت لسه كرسور في نص الشاشة بتعمل ايه؟ بترفع الماوس في الهوى وبعد كده تروح محطة الماوس تاني جايبه في اول الديسك او المكتب اللي انت قاد عليه وفيه تتحرك فالحركة relative مش absolute الabsolute ما بيعملش ايه؟ ما تقدرش اللي انت تعمل recalibration للوضع بتاعك انت خلاص كل نقطة بتماب لنقطة هناك لكن هنا انت انت بتتحرك بشكل relative للposition اللي انت بدأت منه في الموضع ده بيتجمع معانا الماوس العادية بيتجمع معانا تتجمع معانا نوع من الجايستيك اسمه ايزوتونيك جايستيك الايزوتونيك جايستيك دي جايستيك اللي عصائت اللعب دي بتحركها الدراع ده بتميله يميل وتميله شمال ادراع نفسه بيتحرك الدراع ده بيميل كده بزاوية على الجايستيك ويميل تاني بزاوية على الجويستي كلينتر فالميالان بتاعه يميل وشمال بيقدر تتحكم في الكيرسور اللي طالع قدابك ده بنسميه ايزو تونك الايزو دي معناها ثابت والتونك هنا دي معناها القوة القوة ثابتة يعني هو مش بيدخل القوة كفاكتور في التحكم بتاعك الايزو تونك بتبقى مناسبة للي انت بتختار اماكن معينة تقول انا عندي مكان معين عشاش عايز اروح له خلاص فالدبايزز دي بتتجمع تحت اللي هي relative A بس هدفها اللي انت تحط البوزيشن بتاع الكيرسور على الشاشة في نوع تاني بقى اسمه الفيلوزتي كنترول الفيلوزتي كنترول ده عبارة عن ايه عبارة عن اللي انت مش محتاج البوزيشن بس محتاج البوزيشن وصر عيتك في البوزيشن ده تخيل معايا اللي انت معاك جويستيك من النوع ده الجويستيك من النوع ده ما بتقل دراع ده ما بيتحركش يمين وشمال بس انت لما تدوس او لو ما تزقق قوي او تضغط بقوة في اتجاه معين هي تنقل القوة دي للشاشة فدي تساعدك اللي تتحكم في سرعة تحركك على الشاشة عشان تفهم الفرق بينهم خلينا نعمل فجربة ظريفة كل واحد عند تاتش باد يحرك التاتش باد بالراحة خالص يحط صبحه على اكتر حاجة على اول تاتش باد وبعد كده يتحرك بشكل رأسي على تاتش باد بالراحة جدا 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 انا بيتحرك اهو بالتاتش باد بتاعتي زي بي ابounded بالكم من الكرسور بيتحرك ازاي خلاص فاني اتحركت على التاتش باد لحد ما وصلت لاخرها عشان اتحرك من اول تاتش باد لاخر تاتش باد الكرسور قطع مسافة من هنا الهنا ب drown. دلوقت نهاية هتحرك بسرعة على التاتش باد لما اتحركت بسرعة touchpad ورغم اللي انا قطعت نفس المسافة اللي انا قطعتها من شوية من بداية touchpad لاخر touchpad قطعت مسافة اكبر ده معناه ايه؟ معناه اللي touchpad غيرت التحرج او غيرت المابنج بتاعها بيزد على ال velocity بتاعتي بيزد على السرعة بتاعتي وده تكنيك اسمه acceleration اللي هو التصارع اللي انا مش بس اعمل مابنج ما بين حركتي على touchpad وحركة الكيرسور لا مدى سرعتي على سرعة ايدي على touchpad وسرعة الكيرسور ممكن تجرب الموضوع ده كمان بالماوس تحرك بالماوس بالراحة وتحرك بيها 5 سنتي كده على الديسك بتاعك وتحرك نفس الخمسة سنتي دولة بس بسرعة هتلاقي كيرسور بيجري اسرع هنا احنا نقلنا من position control ل velocity control انا عايز ادخل الضغط والقوة والسرعة كفاكتور في استخدام الpointing device من ابرز الامثلة على الحاجات دي حاجة اسمها الكيبورد trackpoint دي بتلاقيها في بعض الكيبوردات او بعض الكيبوردات موجودة في النص بتاع الكيبورد زرار كده لونه احمر دايرة لما تدوس عليه دا مكافئ لل touchpad بالكامل ورغم اللي هو زرار دايرة صغيرة خالص اظهر من الكيب تاع الكيبورد لكن تقدر تعمل بيه كل الفونكشن تاع الماوس ليه؟ عشان قوتك وسرعتك في التحرك على الدايرة الصغيرة ليه هي اللي بتعمل المابنج للبوينتر اللي بتشتغل عليه لو انت ما عندكش البتاع دا ممكن تتخيل شكله عامل ازاي لو انت عندك اركوميند اللي انت تجربه وتقارنه بال touchpad وتقارنه بال touch mouse اللي عندك او الماوس اللي عندك لو بقى بنتكلم ما عندكش كلام دا ممكن تبص على الجويستيك اللي هي من النوع دا اللي هي ما بيتحركش بيتأثر بالقوة تدوس عليها قدام بقوة خلاص تنقل القوة دا وهي القوة بتاعتك هي اللي بتمثل السرعة بتاعة نقل الكيرسر ما عندكش كلام دا كله اشتغل على touchpad بتاعتك واعمل بها الاكسرسايز او على الماوس بتاعك واعمل الاكسرسايز باللي انت مش بتتحكم في ال position لا انت بتتحكم في ال velocity بتاعت ال position دا نفس الفكرة دي ممكن تطبقها على touch screen تخيل معي اللي انت بتحرك صبعك على touch screen انت كده بتتحكم في position واللي انت لا عايز تسترس على touch screen عايز تضغط بال touch screen خلاص لو انت دست بال touch screen الموبايل بتاعك حيث اللي انت بتعمل اكشن مختلف هنا انت بتتكلم في ال velocity او في ال power تمام؟ النوع دا بيسموه isometric isometric metric يعني مسافة او قياس وال iso متساوي يعني هو متساوي المسافة ورغم تساوي المسافة هو بيعرف ي detect velocity او stress او pressure عشان هو مش بيشتغل على المسافة المقطوعة هو بيشتغل على القوة اللي انت محتاجها او على السرعة اللي انت محتاجها عشان تقطع المسافة دي بس واحد سانتي بس بسرعة بيؤدي التحرك لكرسو بتاعك مختلف عن واحد سانتي بس ببط فانحنا متكلم على تساوي المسافة بس مع زيادة السرعة بتؤدي اللي انت بتعمل positioning relative بشكل مختلف بعض ال proposals عملت عملت mix ما بين الفكرة دي والفكرة دي وعملوا mix control فكرته اللي هو بيقوم برضو بوظيفة ال position ووظيفة ال velocity في نفس الوقت ومن الامثلة حاجة زي كده حاجة اسمها rubber edge خلينا نشوف الفيديو ده عن ال rubber edge ونشوفه وبيشتغل الزايد In this video we present rubber edge rubber edge combines isotonic position control and elastic rate control into a single two dimensional pointing device our rubber edge mapping function smooths the transition speed by mixing and creates a consistent trajectory by giving mass and inertia to the boundary zone this is similar to how a real circular object like a dinner plate for example rotates and translates when pulled from its edge our physical prototype is constructed using a thin plastic disc attached to a base by elastics and sits on top of a conventional laptop trackpad to accommodate irregularities in construction and finger ergonomics we developed a calibration procedure first the boundary of the isotonic zone is defined by tracing the finger clockwise around the perimeter then the maximum force at different points is found by pushing the finger into the elastic zone at radial positions once calibration is complete the device can be used with existing applications and so that's why we are easily connecting on the motor we want to have overlap when you're the same as becoming a that are not boring that's what we're using here the other way we have to keep in mind we can see if you have aolare board budget you can see here if you have a strokes I'll see where we can see here and if we can see here شكرا شكرا موضوع يبدو بديهي ليك بس فكر في الناس عملت الحاجات دي ازاي وعملتها على انو مبدأ وبعد كده فكر بقى في اللي انت تستغل الكونسبت ديه في حياتك ازاي وانت بتعمل ديزاين لأي انتر اكتف دي بايس بعد كده يعني من الحاجات برضو اللي ممكن تبدو بديهية هم لو عملوا موديلينج للماوس بشكل الستيت ماشين الستيت بتاعتها هتبقى شكلها عمل ازاي ده حاجة اسمها بوكستون موديل ده واحد حطه في سنة 1490 بيمثل الستيت بتاعت الماوس الماوس بتبقى في استيت هدفها التراكينج اللي انت بس بتحرك كرسل وبتحرك خل بالك الكلام ده من 30 سنة تمام لما بتدوس على زرار الماوس انت بتنتقل استيت تانية هدفها الدراكينج انت اكيد بتدراج حاجة بتدراج ايكون بتدراج فيجر بتعمل بوينت مثلا وعايز تنقلها او بترسم حاجة على السكرين بتاعتك لو انت رفعت ايدك وشلت البطن بتاعك ده بتنقل تاني للستيت بتاعت التراكينج لو احنا هنعمل بقى الموضوع ده في التوتش سكرين الدنيا عملت ازاي بردو بوكستون عمل بروبوزل للتوتش سكرين قال التوتش سكرين هي عندها زيرو وان ستيت ليه؟ عشان الزيرو ستيت بيبقى انت صوبعك محطوط بره التوتش سكرين انت ايدك كده في الهوا مش لمس التوتش سكرين فانت هنا بتفضل اوتو فرينج اول ما يحصل توتش بتلمس السكرين يبتدي تخش في المود بتاع التراكينج انت بيلمس بشوف صوبعك بتتراك بالحاجات اللي انت شغال عليه بتشيل صوبعك تاني من على السكرين فيبقى بيحصل لك ريليز فبتنقل للستيت الاولينية اللي هي الستيت زيرو اللي هو اوتو فرينج انت رفعت صوبعك فهو صوبعك مش بيتجد دي تكتد في التوتش سكرين طب ده معناه ايه؟ معناه اللي افرد انت عايز تعمل بقى الدراجينج اللي انت كنت بتعمله الدراجينج ده مش موجود في التوتش سكرين بالمودل اللي احنا شايفين باللي انت تحط صوبعك وتشيل صوبعك لما تشيل صوبعك من على السكرين بتبقى انت اوتو فرينج فازاي نقدر نصوبورت الدراجينج ازاي تقدر تصوبورت الفونشنز المختلفة اللي انت كنت بتعملها في الديفايس الاولاني اللي هو الماوس لما نتنقل لدمين تاني زي الحاجة بتاعة بتاعة التوتش سكرين ففكر بوكستون في الموضوع ده وطلع بفكرة الستيت 012 ترانزيشن دي فيها ايه؟ دي بيقول اللي احنا هنستخدم حاجة زي الدفايس بتاع الستايلس وانت رفع الستايلس في الهوا انت دلوقتي اوتو فرينج خلاص فما فيش حاجة بتحصل هتحط الدفايس بتاع الستايلس على الشاشة يبقى انت هنبتدي نخش في مود التراكينج طيب معقول الدفايس لامس الشاشة ازاي احاول الدفايس من المود بتاعة التراكينج للمود بتاعة الدراكينج لو انا عايز اسحب حاجة او اشد حاجة بتعمل الكلام ده عن طريق زرار هو حطه على الستايلس او قال الزرار ده رازم بيكون موجود على الستايلس لما تدوس عليه تبتدي بقى تعمل الدراكينج طول ما انت دايف على الزرار ده يبقى انت بتعمل الدراكينج بتشهيل صبعك من على الزرار اللي انت على الستايلس اللي هي لمسة الشاشة يبقى انت ايه؟ يبقى انت بتعمل رجعت تاني للمود بتاعة التراكينج اللي انت بس بتتراك الحركة بتاعة الستايلس على الشاشة بتاعتك شلت الستايلس خالص من على الشاشة يبقى انت بتروح في Out of Range مود بتاعتنا تمام؟ طيب خلينا نتفكر كده الموبايلز التوتش موبايلز بتاعتنا شغلها بقى انه مود لو انت عايز تحرك صبعك على الموبايل بتاعتك ازاي الصبع بتاعك بيعرف اللي انت بتتراك ولا انت بتدراج ايукن هتلاقي اللي في حاجة انت بتعملها بصبعك برضو لما تعملها بتحنولك من التراكينج للداياج تخير انت عايز تنقل الايكون على الاندرويد ديفايس بتاعك بتعمل ايه عشان تحرك ايكون من هنا لهنا بتتاتش السكرين طب بس انت تاتش الاسكرين عادي ليه السكرين بتفهم اللي انت دلوقتي عايز تحرك الايكون دية من هنا لهنا ومش عايز بس اللي انت تتحرق تعمل سوايب او اللي انت تلمس السكريم بتاعتك من فوق لتحت لو فكرت في الموضوع هتلاقي اللي انت بتعمل الموضوع ده عن طريق السترس لو انت روحت على ايكون معينة على التوتش سكريم بتاعتك ودست عليها وفضلت معلق صوبعك شوية عليها فساعتها بتتنقل من الستيت 1 للستيت 2 عشان تدراتي بتعمل دراجينج للايكون بتاعتك دي اللي على الديسكتوب بتاع الموبايل عشان تتحركها وتوضيها في مكان تاني فنفس الموضل بتاع بوكستون ده اللي احنا اللي هو بيماتش الستايلس انت بتعمله عشان تماتش الحركة او تتحول التوتش بتاع الصوبعك بتاعك ليه لحركة على الموبايل تكافئ الامكانيات اللي كان بتديها لك الماوس في الموضل الاولاني اللي هو كان فيه ستيت 1 و ستيت 2 طب حد يقدر يقول لي ستيت 0 كانت فين في الماوس هنا فين الستيت اللي الماوس فيها بتبقى out of range الستيت اللي الماوس فيها بتبقى out of range لو انت رفعت الماوس عن الديسكتوب بنفسه شيل الماوس كده امسكها بيدك وارفعها في الهوى لما ترفع الماوس في الهوى الماوس كده خلاص ما بقتش حاسة ما بقتش فيه حاجة هي بتتحرك عليها خلاص فبقت out of range ده مكافئ لصوبعك لو تطلع عن سطح وبعد عن سطح التوتش سكرين اللي انت شغال فيه ليه احنا بنفكر في الكلام ده ليه بنفكر في الستيت ماشين والفاونديشن بتاعت المودل اللي احنا بنشتغل فيه عشان لو ما اقول لك دلوقتي احنا قدد نخترع دفاية جديد خالص مش موجود في الدنيا هيستغل الهوى 3d space بتاعنا عشان يعمل الحركات المختلفة يقدر تعمل تقدر تعمل التراكينج تقدر تعمل الحاجات اللي انت بتعمل تقدر تعمل يعني حتة الاوتو فرينج دي مفيدة جدا ليك ليه؟ هو انا لو هستغل 3d space الكمبيوتر يعرف انه اللي انا ببص او اللي انا بشاور عشان يعمل حاجة ولا انا بحرك ايدي كده باهرش في منخيري ولا باهرش في راسي ولا بعمل اي حاجة لازم حتة الاوتو فرينج برضو دي تبقى موجودة ازاي نقدر نعمل حاجة زي كده؟ ازاي نقدر نعمل في 3d space يقدر يتحلك الفونكشناليتي المبدئية اللي انت كنت شايفها قبل كده ده اللي هنجاوب عليه بالفيديو الظريف جدا ده اللي بيشرح لك كتير هتشوفها هنا هيشرح لك ممكن تستغيلها هنا بيعمل هنا هتلاقي حاجة اسمها هنا بيعمل حاجة اسمها هنا بيعمل حاجة اسمها هنا بيعمل هنا بيعمل خلاص وعشان الفينجر ري ده هتلاقو فيه مشكلة اعمل حاجة اسمها لوباس فلتر عليه هنا بيستخدم تكنيك اسمه اللي انت تعمل قبضة ايدك تقبق بديك كده هنشوف ليه هنا بيستعمل فالتكنيك دي كلها عشان تقدر تعمل يشتغل في ضريف جدا وهتحتاج اللي انت تكرره كذا مرة عشان تاخد بالك من اضاق التفاصيل اللي هم بيعملوها هنا عشان ينتردوس الفريهاند اللي هنشوف في هذا الفريهاند اشتغل بيعمل 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 ب يبدو لو انت هتستخدم الدبايس ده في الاخر بديهية وتلاقي الدبايس يوزابل بس هو مش يوزابل من فراغ يوزابل عشان اتعمل فيه كل الريسيرش ده تعمل فيه كل التجارب ديه والتكنيكس ديه عشان تساعدك اللي انت تستخدم الحاجة دي كبه اخر حاجة هنتكلم عليها حتة الديسكريت بوينتنج فكرة اللي احنا مش في كل الاحوال بنحتاج كونتينيوز بوينتنج احنا في بعض الاحوال بيكون محتاجين نتنطط ما بين مينيوز ما بين حاجات مختلفة حاجات ملاقش علاقة بالجرافيكال يوزر انترفييس اللي احنا بتعمل عليه يعني مثلا لو حد دخل فيكو على ترمينال او على ريموت سيربر وعايز يتنطط ما بين الهيستوري بتاعه فبيحتاج يدوس اروز اوب وداون فالأروز ديه بتمكنك باللي انت تعمل الحاجة اللي انت عايزها بشكل افشيينت عشان انت تحتاج بتتحرك وان بوينت فوق اثنين بوينت فوق تلاتة بوينت فوق برضو الاروز دي ممكن نستعملها في جيمينج صحيح الجيمز دي بتبقى جيمز بسيطة بس بس ينفع نستخدم الاروز في الحاجات دي فده بيسموه الديسكريت سيليكشن مهم وبنحتاجه واحسن كمان من الكونتينيوز بوينتنج يعني لو انت عندك مينيوز وعايز تخلي الشخص يشتغل بالاكسبرت موت الحاجة اللي هي شغال بسرعة وهو واحد خلاص مع الحاجة دي زي مثلا الاوتوكاد هتلاقي الشخص يدوس مثلا الت وزرعة معين يتحرك المينيو ويكمل التحرك بالكيرسور كيز ليه عشان هنا محتاج ديسكريت بوينتج مش محتاج يتحرك يروح على نقطة معينة في السيليكشن بتاعه واي حركة من نقطة لنقطة بتتم باللي انت بتنط على طول للنكست ايتم في مينيو بتاعك موضع ده مروش ستاندرد الزراير في كذا شكل الاشكال اللي انت قدامكم دي كلها موجودة في كيبوردس موجودة بس يمكن اشهرهم اللي هو الشكل ده اللي هو بيسموه انفرت تي كانوا حرف تي بس بيشقلوه الشكل حرف تي ده اللي بيشقلوه هو اللي بيستخدمه في اغلب الكيبوردس بيبقى اللاندنج بتاعنا اللي احنا بنحط الصباع الخنصر والسبابة على اليمين والشمال والوسطى هو اللي بيطلع فوق وتحت كده يبقى احنا خلصنا التوبكس اللي احنا عايزين نغطيها في اليمبود ديفايز ديزاين دي الفرانس اللي انا استخدمتها وفيه اتنين اكسرسايز زراف جدا عايزكم تتعاونوا في اللي انتوا تعملوهم ده بيكلم عن البيبر الاولانية بتاعت البيل لابس اللي هما كانوا بيدرسوا فيه ازاي يعملوا البوزيشنز بتاعت البوش بطنز في التليفونز لما جوم يخترعوا التليفونات اللي هي مش شغالة بشكل دائري روتاري تليفونز والاكسرسايز التاني بيكلم على الاكسرسايز التاني بيكلم على الاكسرسايز في التوتش سكرين اللي هو فاكرين المشكلة بتاعت الديريكت أبسوليوت توتش سكرينز كانت فيها مشكلة الاكسرسايز في مجموعه متجنينيكيز انا حضرتها لكو هنا التكنيكست دي مش شرط تتلاقواها في البيبر دي بس هتلاقواها في البيبرز اللي هي البيبرز دي عملت لها ريفرونز لها دي مجمعه أسئله هنتناقش فيها إن شاء الله في في ال عايز تهالاكتب سترقيقوا عليها متنوعة هتلاقوا بتكلم علي الماوسسه هتلاقوا بتكلم علي العربيات هتلاقوا بتكلم علي المتحف الكبير اللي احنا حنفتدحوا ان شاء الله السامة الجاية اتلا بنتكلم على تكنيك ضريف جدا اللي هو موضوع الاجيز عايزكم تدوروا على اليوتيوب على التكنيك ده وشوفكم ازاي بنستخدمه كوسيلة للإيمبوت ديفايسيز وازاي ده بيبقى مفيد وإيه اللي موجودة فيه شكرا وشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية وحن نتكلم على الأوبوت ديفايسيز ديزاي